السلام عليكم وصابة الربح عاملين اي ربك كنوا بخير معانا النهاردة تطبيق ممتاز جدا بحد قدنا للسحب 2 سنت ايوة من اول 2 سنت بس هتقدر تسحب ارباحك من التطبيق دوا طريقة تسحب عن طريق البيبال ما عندكش بايبال مفيش مشكلة خالص هتجمع 5 دلار عن موقع او 10 دلار وتكلم اي وسيط وتقدر تسحب ارباحك برضو مش عارف تكلم وسيطو اي حاجة وصائل التواصل بتاعتي كلها في الديسكريبشن اسفل الفيديو وانا اقول لك على وسيط كويس او نقدر اخليك تسحب الارباح بتاع دك ده نروح للشرح بعد الانترو طيب يا شباب ادي الابليكيشن اهو في الاول هقولوك فكرة سريعة عنه بعد كده هشرح بالتفصيل كل حاجة فيه الابليكيشن ده 1 اول ما بتنزله بيديك شوية الالعاب الالعاب دي بيحدد لك في اليوم بتلعبها مسلا عشرة او خمستواشر مرة وبتحاول انت طبعا تجيب فيهم مسكور عالي عشان كل ما بتكسب بتاخد عدد من الكوين ولو انت مسلا بيصنف اللي بيكسبه واعلى واحد بيكسب او بيكون مسلا كسب كزا جيم وكده بياخد في اليوم دون خمسمية قطعة بيخش على التصنيف الاسبوعي التصنيف الاسبوعي دون المركز الاول بياخدها 4000 والمركز التاني بياخد 2000 قطعة والمركز التالي بياخد 1000 قطعة والقطعة دي تقدر تحولها لدولار او تخش فيها في اليا نصيب اليا نصيب دون بعشرة عشرة قطعة بس تقدر تشارك في مسابقات مسلا تكسب نسو دولار دولار وكده هنخش بيانشوف كل دون هندوس كده اول ما تفتح بشكل ده هتختار اللغة وتختار العملة وهدوس على كلمة continue هندوس على كلمة continue تاني هيفتح معك بالشكل دون طبعا تيكون معك سفر في القطعة وكل حاجة هندوس اول حاجة على القطعة من هنا انت هتدوس هنا هتاخد اول قطعة وهيبقى عندك الالعاب دي تلعبها انا هشرح لك كل حاجة وهنا في سنة دي بتدوس على الصندوق يقول لك بعد اربع ساعات هيفتح وكده وفي كزا صندوق يعني وكزا فكرة لو دوسنا هنا على التصنيف بس نشوف التصنيف الاول لانلاقي ان هنا اهو التصنيف اليومي اهو ده المركز الاول اللي قدر يجمع من الالعاب 174 قطعة او من الابليكيشن عموما تسجيل بلعب كل حاجة هاخد النهارده 500 قطعة من دي لو محدش جاب يعني اعلى منه وده التصنيف الاسبوعي المركز الاول 4000 المركز تاني 2000 مركزات 1000 وزي ما احنا بنشوف هنا اهو وده الناس اللي هيكسبه والكلام دوا ادي الرابع برضو هيكسب 600 يعني اول عشرة تقريبا بيكسبه بعد اما بتجمع كوين تقدر تخش هنا هنا دي زي يا نصيب كده بالزبط مسلا بتدوس على وانت معك عشر قطع بتخش بهم اه انت الحظ جي عليك هتاخد الخمسة وخمسين سنت زي ما احنا هنا بنشوف يعني ده اللي كسب دولار وخمسة وستين سنت وده كسب لو نزلنا تحت نلاقي ان فيه يعني فيه حاجات عالية مسلا دوم بعشر قطع بس بس الاولية نصيب جي عليك هو اللي هيشارك فيه اتنين وتلاتين الف واحد هياخد سبعة وعشرين دولار ونص وفيه تمامين دولار يعني هو العدد كل ما بيزيد يعني مسلا هنا قال للعدد تلاتاشر الف وخمسة وخمسين دولار فبس هيخصم ستين القطعة على حسب طبعا العدد كان هنروح كده نشوف العلعاب دي مع بعض العلعاب دي يعني تقدر انت فيها جيب كل الارقام العالية بطرق بسيطة جدا مسلا عندنا دي اول لعبة هنا الالة الحزبة هاتجنبك الالة حزبة بس هتحاول تشتغل عليها بسرعة جدا وهندوس على كلمة هيفتح لنا حاجات هيقول لك مسلا هنا خمسة وسبعين نقص واحد وستين هتشوف انت كاما بعتاشر مئة وتمانين على التلاتين اه واحد تمانين على التلاتة فسبعة وعشرين كده كده سبعين نقص تسعة وتلاتين هتبقى واحد تلاتين تداتة وخمسين قص خمسة حاجة واربعين طيب واحنا اخترنا اجابة غلط واخدنا واحد كوين تقريبا فهتخش تاني هنا مئة اربعة وتلاتة مثلا فيها التلاتة هنا تسعة وستين نقص ستة واربعين اه تلاتة وعشرين ستة وسبعين زائد تمانين وسبعين سبعين وسبعين مئة واربعين تبقى ما هي حاجة وخمسين سبعتاشر في خمسة يعني هيتبقى فوق الخمسين متين تسعة واربعين هتبقى حوالي حداشر او تسعة او كده ده ايه فعلا ترقى الحداشر وهنا بيقول لنا انكسبنا اربعة من الكوين وهندوس على كلميجريت. طبعا انت هتجيب الا حسبة جنبك وهتقدر تشتغل بسرعة والكلام دون موضوع هيكون بسيط. تاني لعبة هي هندوس كده على اوكي. اهو مسلا هنبتدي اهو هنا احنا بنلعب خاص ما قدامنا. هندوس هنا دايما حاول تبتدي هنا. وتستاني شوف هو يلعب فين. وبعد كده لعب انت هي هنا اي هنا. عشان هو بغباء اهو يروح لعب كده انت هنا خاص كده انت اكسبت الجين. هنشوف هو يلعب فين. احنا برضو خلاص كيكسبنا الجين. وهنا اخدنا اربعة من القطعة هندوس على كلمة هنلاقي ان رصيد تزاد معنا. نخش تاني كده ونشوف حظنا في اللعبة يبقى ايه. هنا هو اللي ابتدى الاول. او احنا بقى الامركس تاني فهنا ممكن نتعادل. وناخد احنا هبصوا مش بنفس الطريقة اللي انا بقول لك عليها بس مزبوتتش معي قوي. فهتتعدل وهتاخد قطعة برضو انا مش تطلع خسران منها. اهو بقى معنا ستة وعشرين. وفي اللعبة التالتة لعبة السور. السور دي بقى انت هتعمل اي? تليفون جنبك تاني هتاخد انت اول ما بتفتحها. بصوا انا اول جيمة نخسر بس عشان مش مجاهز تليفون وهواريكو ازاي تقدر تكسب فيها والجمع منها مباريخ كويسة. بيفتح لك شوية سور بتحفز الشكل بسرعة. يعني مسلا الشكلين دول زي بعض. اخترناه. شكلين دول زي بعض اخترناه. هم غلط تعريبا. فانت بتجاهس في جنبك تليفون عندك تلات اخطاق بس. اهو. كده كسبنا الجيم. انت بتلاحز ان اول ما بتخش تصور كلها بتظهر بعد كاب تتقلب. انت هتجيب تليفون جنبك. هتصور وتشوف ترح عملها بسرعة. فاهميني? احنا اول جيم كسبناه. يعني احنا كسبناه الحظ شوية. يعني هم ما مش شبه بعض. فانت لو تلات اخطاق بس بتخسر. فانت بتجهز جنبك تليفون. يعني هجهز لوقتي ونرعب كده كام جيم بس هسرع الفيديو ونشوف الدنيا ماشي. طيب يا شباب وزي ما شوفنا في الفيديو ان انت لو معاك التليفون نصرا بتصور ومعاك الا حزبة فانت خلاص قريد هتحلل الالعاب كلها صحه وتقييمك هيطلع. وهتاخد ال 500 قطع عشان هتبقى رقم واحد. والسنادي اللي تحت اهو مسلا الصندوق دون بنفتحه. بيجي لنا اقول لنا بعد 6 ساعة بالزبط. هيفتح. وهناخد منه الكوين. ونجي بقى للسحب هندوس على كلمة اهو شكل السحب دون من تحت. اهو بنحول من هنا العملاء بتاعتنا لدولار انت وشوفته في اقل من 3 دقائق يعني جمعنا حوالي 70. هتقدر تجمع وتسحب منه وتلاقي ان المبلغ وصل لك تمام. تبتدي بعد كده شغل وتسحب براحتك من الموقع. نصرا كلمة وزدرو من تحت. بتكتب هنا عنوان البايبل بتاعك. هناك كمية ونصرا وزدرو. والسحب يوصلك من ساعة لخمس ساعة. بس كده ده كان شرح النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.